يا مرحبا يا مرحبا بكم يا شباب. اه اوكي خلاني كده نبدأ اولا نكتب للشباب لازم تفعيل يصل لكم الصوت. اه 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 انا وسهلا بكم يعطيكم عرفة عافية وسعيد جدا بوجود صف سابع. اه ان شاء الله النهاردة نتضرب على الانماط المختلفة للاختبارات القصيرة. هيكون عندنا اربع اختبارات قصيرة في فترة الدراسية الاولى. هنتضرب عليهم كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى. اه هنعرف ان في الاختبارات القصيرة في عندنا اختبار كلمات. اختبار قطعة. اختبار قواعد. وكذلك اختبار تعبير. فاختبار الكلمات بيكون عبارة عن اربع اسئلة للكلمات اختيار من متعدد. اختبار القطعة بتكون قطعة قصيرة وعليها اربع اسئلة من السؤالين الاختيار من متعدد. اللي هو مسلا زي افضل العنوان زي معنى الكلمة زي الضمير يعود على من. ممكن يجيب لي بعدها سؤالين مقاليين بنجيب اجابتهم من القطعة. اما بالنسبة لسؤال فبيكون عبارة عن اربع اسئلة. اختيار من متعدد ايضا. على حسب القواعد اللي بيتم تحددها ليكم. واخيرا التعبير بيكون مطاربين ان احنا نكتب فقرة واحدة مكونة من ثمس جمل. طيب. استاذ عايزين نبدأ نتضرب دلوقتي على الاقتبارات الكثيرة علشان ما نضيعش وعطي كدر من كده. حاضر. هو بس الشباب اللي موجودين ومش مشغلين علامة لازم تفعيل علشان الصوت يوصل لكم. لان فيه اتنين مش مشغلين المايك. طيب. بسمي اللي اوصل وصل للمرأة نصول الله نبدأ على الشباب مباشرة اللي معاهم وذكرت اشرح لي يقدر يفتح صفحة رقم ستة وستين الاختبارات الكثيرة. اي اي اوكي. نبدأ مع اول نمط للاختبارات اللي ممكن نتضرب عليها. وانا كنت بالوقت هبدأ اسمح ان المايكات ممكن تفتحوها. ولكن محدش يفتح المايك بتاعه. الا ما يرفع علامة الايد وانادي اسمه. ويبدأ يتكلم معانا ان شاء الله. يا اتبار الكلمات. استاذ في الكلمات او الكطعة متحدد مين فيهم من الامتحان الاول ومن الامتحان التاني ومن الامتحان التالت لأ. يعني كل اقسام اللغة الانجليزية وتوجه اللغة انجليزية سايب الموضوع المطلق الحرية للمدارس وللادارات. مسلا ممكن يبدأه بالكطعة. ممكن يبدأه بالكلمات. ممكن يبدأه بالتعبير. ممكن يبدأه بالقواعد. عادي. التاني يبقى واحد تاني. مفيش مشكلة. يبقى احنا عندنا اربعة اختبارات وما فيش ترتيب معين على حسب المدارس. طيب. طب الكلمات ممكن تبقى من اي وحدات. يعني مسلا لو الاختبار الاولاني والكلمات في الغالب يصل راييقول لكم القبلة عندنا كلمات يا ولاد في الامتحان يونت وان ويونت تو. لو اه مسلا ان الكلمات دي جات بعد يونت فايف ولا حاجة ممكن يقول لكم الواحدة الخامسة والربعة ومعهم التالتة كلمات. على حسب انت قاطعة تؤدي ايه من المنج وعلى حسب ما الاستاذ او القبلة بيحدده لكم. طب والتعبير يا استاذ ممكن يجي من اي وحدات برضو على حسب الاستاذ. يعني ممكن التعبير اغلب المدارس بتخلي التعبير داخل امتحان. فممكن يكون تعبير الخاص بكم مثلا لو بعد الوحدة او في الوحدة السادسة مثلا او في الوحدة الرابعة فيقول لكم مثلا الموضوع التعبير من الوحدة التالتة والربعة او التالتة والربعة او الخامسة. او يقول لكم مباشرة اسماء الموضوعات. فالاستبارات على حسب الاستاذ او الافلة اللي في المدرسة. هيحددوا ليكم. هو من اي وحدات وشكله ايه? الشكل انا هدربكم عليه. انما ايجي منين من المنهج? ده اللي الاستاذ اللي في المدرسة هيقول لكم عليه. نبدأ مع اول نمط للاسئلة في الاختبارات القصيرة. اول حاجة عندنا سؤال الكلمات. سؤال الكلمات يا ولاد عبارة عن اربع اسئلة اختيار من متعدد. كل سؤال عليه نص درجة. اربع سئلة اختيار من متعدد كل سؤال عليه نص درجة. طيب يعني الاختبار القصير للكلمات كله عليه درجتين بالزبط كده. لعلوا نبدأ مع بعض وانا عايز ناس خلوة منكم كده ترسل علامة الايد وتبدأ تقرأ معي. ولو في كلمات مش عارفين معناها انا اساعد واقول معناها عشان نقدر نوصل للاجابة الصحيحة. نبدأ مع الاستاذ هو كان احمد انت رفق ايدك ليه نزلت ايدك. يلا يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله برجل. افتر دا اكسدن سالما كدت موف اراؤود ويداوت هير. هير. صح اجابتك صحيحة شكرا يا احمد. افتر دي اكسدن بعد الحادث سالما كنت موف اراؤود ويداوت. سالما ما تضايش تتحرك من غير ويلتشير من غير الكورسي متحرك. شكرا. اليوزر المكتوب ايفون محمد. نوبر 2. انا صاقر صاقر. ايه صاقر 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 صاقر. خير رحمد الله. صح. او لاعبين فريقنا. لما عندي ثري غول اهداف يبع على طول اخضر معها صحيحة. سالما كنتم جاء. انا صحيحة. سالما كنتم جاء. وافاز بالمباراة ايكوستيريان الفروسية. مؤقت حيوي. صح. طالما عندنا يبقى مباشرة. نختار مين يقدر يروح لنا لرقم اربعة يا شباب. فيه دولة الساكر وزياد واحمد كرو. هل في حد جديد ممكن يشارك معانا من حلوين اللي موجودين? ها? ايفون سيبن. طب انت مين يا ايفون سيبن? ما انا قلت نكتب لأسماء بالعارب عشان يا بساهم. تفضل. سلام عليكم السلام. عليكم السلام. اكيد تفضل. ايه راية? الغواصين محتاجين معلم شاطر. ويترى ايه ملائب او مناسب. عشان يغوصوا بامان. ايه راية? ايه راية? ايه راية? ايه راية? ايه راية. حكم مباراة? انت اسمك ايه ايه? ايه ايه? ايه سعود. سعود. عايشت لسام يا سعود. اجابتك صح. المرة دي اجابة هي اللي جابة صح. يبقى الغواصين محتاجين معلم كويس ومعدات ملائمة للغوص بامان. يبدأ النمض الاولاني او الشكل الاولاني لاختبار الكلمات القصير. واللي مع المذكرة او اللي عايز بيجيب المذكرة بعد كده فيه كمان نموذجين اخرين للكلمات نقدر نتضرب عليه. وموجود في المذكرة ادريبات او اي مقدر تتضرب عليه كلمات. المهم دلوقتي ان كم عرفتوا ان الكلمات للاختبار القصير هي جملة وتحتها اربع افتيارات. اي بي الاختبار كلمات من الوحدات كزا. هما دمت اللي اتضرب عليه. طيب. استاذ. قالوا لنا عندنا اختبار قصير للقطعة. هنحله ازاي? الموضوع بسيط ان شاء الله. شوفوا يا شباب. واحد احنا بجينا القطعة سوية. ما بتجيز قطعة كبيرة. وده واحد. اتنين. القطعة بيكون عليها اربع اسئلة. سؤالين اختيار من متعدد. ممكن يجينا عن افضل عنوان. ممكن يجي بداله من فكرة رأسية. ممكن يجي لنا ضمير ويقول لك ات نعود على من قبلها. ممكن يجي لنا معنى كلمة او عكس كلمة. على حسب ما وعايز يسأل. هي دي الانماط اللي ممكن تجي لنا اختيار من متعدد. يعني اجيب كل اسئلة دي لا طبعا. هيجيب سؤالين بس اختيارين. وهيجيب سؤالين مقاليين. هيجيب سؤالين مقاليين. اجيب اجابتهم من القطعة. تعالوا مع بعض نتضرب. وخط بذهنك ان من الطبيعي لما كن في اختبار وعند قطعة ممكن يقابلني كلمات ما عرفش معناه. بس ده مش معناه ان انا مش هقدر احلها. هقدر احلها. حتى لو انا مش عارف الكلمات. حتى لو انا مش عارف الكلامات. لان من الطبيعة او مش من المعقول انا معرفش ولا كلمة في القطعة. هفهم من هنا او من هنا. تعالوا تشوف فكت عليها بتقول هي. عندما تمشي على الرمال. نستركز معايا. انت بتترك اثار اقدام. behind you خلفك. ثم. the wind comes and covers you the footprint. تأتي الرياح وتغطي اثار اقدام. ولكن. there is no wind on the moon and no rain. مفيش لا هوا ولا امطار على القمر. there is no air. مفيش هوا and no weather ولا تقس. so لذلك the footprints of the first people. اول اثار اقدام. لأول ناس on the moon. ساعد على القمر. are still there. ما ذالت هناك. today. those men are famous now. الناس دي مشهورة دلوقتي. their names are Neil Armstrong and Buzz Aldrin. they climbed out of their spaceship. هم هرقوا من المحطة الفضائية بتاعتهم. او السفير الفضائية. and they stood وواقفوا on the moon على القمر. on 20th july. في 20 يولاي. يوليو. 1969. سنة الف تسعمية. تسعة وستين. they looked around and saw no living things. نظروا حواليهم. ما لقوش اي حياة. the ground was dark. and dark gray and dusty. كانت الارض مطربة. ودستي. الصد بقطع. الصد في مشكلة عندكم يا شباب. اوه. and the sky was black. والسماء كانت سوداء. they could see earth in the sky. هم ادروا يشوفوا الارض من السماء. it was blue and white. it was blue and white. كان لونها ازرق و ابيض. تك كتع بتاعتنا. تدريب. على ما نشوف الاسئلة اللي عندنا. اللي جايز يجاوب معايا يورفع على مجليد. the best title for the text could be. افضل عنوان للنص دقي. the first people to the moon. طيب الناس اللي رافع ديها هم اجاوبوا معايا بالفعل سابقا. هل ممكن الاقي الناس جديدة؟ استاذة امينة. ايه رأيك؟ افضل عنوان. the first people to the moon. اول ناس صعدت للامر. وانا اتفق معاك. احنا ما بنكلمش عن السفر للمريخ. ولا بنكلم عن الجاذبية على الكرة الارضية. ولا بنكلم عن الطاقس اللي على القمر. انما بنكلم عن اول ناس طلعت لي الامر. ويسابوا الفوت برينتز بتاعتهم. طيب. junior ولا الاسم ايه؟ جونير. جونير ايه. واو. what a name. طيب ايه رأيك يا جونير. البرنامون ات. الضمير ات. يعود على من؟ ground. sky. moon. earth. it was blue and white. يا طرى بيعود على. earth. ground. انا بجيب لك الاختيارة طوى. ground. sky. moon. earth. واد. sky. ومون. فين مون. فين مون. هو فين المون. شكله بعيد هو. هاتعود على. هاتعود على sky. هاتعود على sky. طيب خلينا كده. it was blue blue and white. انها كانت بيضاء وزرقاء. sky. was blue and white للامر. لا مش للامر للسكاي في السماء. بس انا ما اتفقش معايكي. بقري ايه كنا الجملة اللي عب لها؟ they could see earth in the sky. اما قدروا يشوفوا ايه؟ الارض في السماء. كملي. it was blue and white. كانت بيضاء وزرقاء. مين اللي كانت بيضاء وزرقاء؟ الارض. عشان كده هم قدروا يشوفوا في السماء. الارض. يبقى الارض. يبقى تعود على من؟ earth. يبقى نخلي بالنا. لما انا ااجي يا جونير ااجي انا شوف الضمير يعود على من؟ لازم اتأكد ان الضمير ده ثالث بيعود على الحاجة دي. طب اتأكد ازاي؟ احط الكلمة مكان الضمير. ولما اقرأ الاجابة لو لقيت المعنى صحيح يبقى دي الاجابة الصحيحة. طيب يبقى هنا اجابتنا تبقى earth. طب هل في ضمير تاني ممكن فنحن نشاطر يقول لي؟ شكرا جونير. سوان انا هنزل العلمات اللي يدل لكل؟ بسم الله ما شاء الله.. ده في عدد كبير حضر معادي، انتنوّرتوه والله. مين شاطر يقول لي there there is no there is no the first people are still there هناك there دي تعود على من مين شاطر يقول لي there تعود على من أميلا there there the footprints of the first people on the moon are still there today first people in the moon are still it refers to the footprints of the people still there today there معنى هيا السمب العربية زياد there معنى هاا ذلك لا مش دي فاتتك ديهьте جونار معنى هéoنك صح يعنى عايزى مكان لي با تعود على مين Woodג mourör آه مون مون تعود على مون يا أستاذ محمد وجنير صح there تعود على مون there هناك هتعود على القمر مكان يعود عليه يأخذك بالفعافية طيب لو أنا سألت their names their names تعود على مين their names تعود على مين في الجملة الأبلادي their names their D تعود على مين يوسف محمد يوسف محمد يوسف محمد شليدو دانا their names تعود على مين تعود على مين تعود على ثامس لا أحمد مين قولي الثاني جدا مين من صح there تعود على مين الله ينور لا دانتو برين سيد دانتو زيل فل بسم الله ما شاء الله عليكم طيب يبقى كده اتضربنا على السئلة الاختياري ممكن تجلنا ازاي سواء أفضل عنوان أو الضمير يعود على مين ممكن يجيب لنا الكلمة دي معناها ايه طيب يوسف محمد قال يوسف محمد صح ممكن يجلنا بعد جدا أسئلة مقالية why لماذا why are footprints still on the moon هي ليه أثار أقدام لسه موجودة على مين قبلنا السؤال د صغر ايه رأيك Why are the footprints are still on the moon? The footprints of the first people on the moon are still there today. لي مشي لجابة لحد الواتي انت مرتشي السبب. They Why لماذا أيوان This men are famous new لا مش ده السبب. خلينا اسمع كده من زياد Because there is no wind and no rain on the moon. بالضبط Because there is no wind and rain on the moon. بكل بساطة لما بدأ قال لما بتمشي على الرمال The footprints اللي بتسبها الهوى بيجي مشيها وبعدين دخل قال But there is no wind on the moon and no rain لا في ولا في ولا في أمطار ولا في أمطار لذلك So The footprints of the first people on the moon are still there. أثار الأقدام بتاعتهم ليس موجودة هناك. طيب السؤال التاني لو قلنا لي جونير متى؟ 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 ما هنا بيسأل بمتى يا جونيري؟ بحنا ندور عليه على معلومة، هو الله وقت ولا مكان؟ وقت وقت وين ده؟ وده مهم جداً لما نجي نحل الأسلالتحت نعرف أعداد الاستفاد وقت وين ده؟ وين ده؟ وين ده؟ وين ده؟ وين ده؟ وين ده؟ وين؟ متى؟ وقفوا على القمر أول مرة؟ هو أساس ما فيش على تاريخ وعتله تاميك؟ They they uh uh out of the uh spaceship آه they climbed out of the spaceship and stood on the moon. يا رب تكمل قراءة ها؟ On 20th uh 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 July هو ده التاريخ ينصر دينك شكرًا هو ده التاريخ يا جماعة On 20th July 1969 يبقى أنا لما باجي أكتب التاريخ أو يسألني على وين؟ أقوّر عنا وقت أنا لو جيت الكتعة كلها مفيش وقت مكتوبة اللي ده اللي قدام عيني أساساً تمام يبقى الإجابة On 20th July 1969 ولما نيجي نكتب طبعاً ما نعملش زي ما أنا مش أكبر فوق وعمل الكلام ده كله اكتبوا الإجابات انتوا هنا أنا بأس عشر باشي رحول الله معنا في سنة يعطيكم ألف عافية أتمنى أن نكتبه القطعة مفهومة تتحل إزاي يبقى في سؤال القطعة في فاقرة قصيرة عليها أربع سئلة اتنين اختار متعدد يسألنا على العنوان يسألك على معنى الكلمة أو يسألك على الضمير يعود على مان أو يسألك على عكس الكلمة على حسب ما ربنا يسهل وبيجي لك سؤالين مقاليين بتدور على السؤال إجابته فين في القطعة وخلص الموضوع طبعا الموضوع محتاج تدريب كلما تطلب كلما بيكون أفضل ليك طيب وعليه كم درجة الاختبار القصير لكتر عليه أربع درجات نروح ليه اختبار قصير قواعد أستاذ هيجي من أي وحدات ما احنا قلنا الوحدات اللي بيحددها الأستاذ أول قبله يا عم زياد فتح مايكل إيه عندك سؤال أه استاذ هو فيه دروس لخامس دروس لخامس معرفش ماناك خامس ما بدل رسوبش شكرا بس موجود أعتقد موجود على منصة الشرح للتعلمية اللي أنا شغال عليها لينا كورسات هناك أنا أنا كورسات اللي بشرحها من سادس لاتناشر فيه لينا زميلة هي المتخصصة بالشغل الابتدائي أستاذ اسمها رانيا الباشا وأعطاك دي ممكن الكورس بتاع اللي بتدريب الخامس تاشر أو حاجة زي كده نصيت يعني مع المذكرة فممكن تتصفحوا له خالفيت وتشوفوه العفو يا مستر زيادة شكرا إنما الابتدائي لأساب أنا معرفش في حاجة لذلك ما بقربش ليه قادص أساسا الابتدائي ده عايز دكاترة تدرسه مش مدارسين زينا غلابة كده طيب عما بالنسبة لي سؤال القواعد سؤال يا شباب نفس الكلمات بالظبط göس اهلا اختيار من متعدد كل سؤال على النصد درجة وعلى حسب ما الاستاذ او الاو pull upIV بيحددوا الاسئلة دي جاية من فين؟ بمعنى الاستاذ الاستاذ جلنا او الاو pull upцу. لأ ولاد عندكم اختبر قصير قواعد في قواعد الوحدة الثانية والتلتة والربعة مثال يبقى انت اجيلك الاسئلة من الوحدات دي جالكم اختبر قصير من الوحدة الاولى للوحدة الربعة يبقى من قواعد يونت وان ليونت فور ده كله ممكن يجي لك في الاقتبار القصير. طبعا كل قواعد هيجي منها سؤال مش هيجي اكتر من كده يعني. طيب نشوف كده. وطبعا هنعدينا كل قواعدنا مشروحة بفضل الله سبحانه وتعالى في مذكرة مناطق شخص اللي اللي نعملها. آآ مثلا عندكم هنا اليونت وان عندكم الاقتصارات واسم ملكية. هاس جوت وهاف جوت بكل هاشكالها. وتدريبات عليها. وفي عندكم المضارعة بسيط ده اكيد هيجي في الامتحان. آآ الشيراند دي برضو قاعدة سهلة بيجي بعد الحرف الان جي. حرف الجر وبعد لايك ويجي وبرفير. كانوا كانت بيجي بعدهم فعل مصدر. قواعد يونت ثري عندكم المضارع مستمر. ازا كان فعندنا لوك لسن هذا مومنت ناو اختار ام ازار فعل في اين جي. الديمينيستراتيف دي سؤال في الامتحانات. ذيس للمفرد القريب ذات للمفرد البعيد. ذيس للجامع القريب. ذوس للجامع البعيد. وفي قاعدة لما يوصلش يونت فور تفهة اساسا نحظوكم حالو. من الاولان في سابع لطيف. من التاني في سابع عايزكم نشد حالكم لان في قاعدة كتير. نروح ليه اول سؤال. ويه ناخد كده حلوين رفعين يديهم. مفيش ناس تانية غير الناس الحلوة اللي رافع ايدها دي. يعني زياد جاوب صاري جاوب. داني جاوب. احمد جاوب. مفيش ناس جديدة. الناس اللي هناك معنا دي. جانة موجودة. عايشة موجودة. مبارك موجود. محمد عمر موجود. اه. فيه تلات عارفهم معرفش هم ممين. فيه الفين و تلاتة وعليشين فيه ثائر. الناس دي مش عايز تشارك معنا. حياكم يا جماعة. طيب احمد. ايه رقم واحد يا احمد. الفوتبولر always uses his fit only to move the ball across the فوتبول اه بث. انا عايز اعرف يا احمد. انت لفتارت uses. انت قلت اللي جابها انت ماشي كده ما شاء الله. عرفت منين? انت always. انت برنس. انت نجمو برنس. صح. احنا عندنا كلمة always. دليل على زمن المضارع البسيط. يبقى باتصار القعدة. طالما عندي دليل على المضارع البسيط. عندي فوتبولر مفرد. يبقى انا محتاج فعل في اس. اختار uses. شكره يا سيد احمد. جانة. ايه رايك فرقم اتين يا جانة. ايه رايك. لما عندك لوك. يبقى اكيد دليل على المضارع المستمر. اللي بتكون من ام و ازو ار وفعل في انجي. طب انت عندك بويز يا جانة. يبقى تختار مين؟ ايه. ار باس والا رب انتين. اسلامي يا جانا. هنا صح. يبقى انا عندي الكلمة الدل على الزمن مهمة لانها هي اللي بتعرفني هي اختار ايه? لما شفنا مع احمد اولوز عرفنا ان ده دليل على زمن المضارع البسيط. لما شفنا مع جانا لوك عرفنا ان ده دليل على زمن المضارع المستمر. فاخترنا بنان عن ايه? شكل الزمن. طيب. ممكن الاستاذة دانا. ايه رأيك في رقم تلاتة? صعدت هاس جوت و هاف جوت. درستو في يونت وان. ايه رأيك في رقم تلاتة؟ ايه رأيك في رقم تلاتة. regulating and I have. لا. 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 لا تكلم تلاتة. لا تكلم تلاتة؟ صادت. وراءة ايه رأيك في رقم تلاتة. ها انا عايز او شاطر قولها تاني بقى كده اللي جابه صح انت عارفة ليه لان احنا لما بيجلنا قاعدة هاف جوت و هاف جوت يللي انا بذكر الشرم سريعا كده عشان انت بعارفها لما بيجلنا هاف و هاف جوت و انا عايز اقول له و كذلك انا I have got a smartphone فانعايز اقول له و انا كمان فاقول له so have I so have I انما لو انا عندي نفي I haven't got a smartphone فما اجابه بيه neither or neither have I ودهما تلازلو اكون حافظهم يدانا انما I have I haven't دي للنفي. ان انا معي او معيش. انما انا عايز اقول له وكذلك انا. طب لي انا عايز اقول لان الجملة مثبتة. الجملة بتاعتك ايه? في ها او مثبتة. فبتجاوبي بمثبتة. فبتجاوبي بمثبتة. تعالي كده نرجع لسؤالنا. كنا في صفحة بين ستة وستين. ايو اهي. شوفي كده. my friend has got. جملة مثبتة. فانا هقول. التلاتة دولة ما ينفعوش معك. تمام? شكرا يا دانا. يغطي كلفة عافية. طيب استاذ امينة. ايه رأيك في رقم اربعة. يا طبعا كانت اديل الشرسة ما اخدتهاش. بس هنحاول ان نحلها ان شاء الله. يلا يلا امينة. you can display your wall work in tables over three. over there. كلمة over there معناها هناك. اولا انا لما اقول هناك يا امينة. يبقى الحاجة دي قريبة مني ولا بعيدة? بعيدة. شطرة. طيب كلمة مفرد ولا جامعة? جامعة. يبقى انا عايز اداة تشير الى جامعة بعيد. في القاعدة ديت ان شاء الله تدرسوها يمكن في الوحدة التالتة او الوحدة الربعة. هتعرفي اني للقريب. وذيس للقريب. يفضل اتنين. ذات للبعيد للمفرد. وذوز للبعيد للجامعة. طب بناءة عن الاتنين دول. تختاري مين? بعيد جامعة. يبقى عايز مين? نمبر بي. قصد دي. ذوز. صح. الاس تنطق زد هنا. ذوز. شكرا. وبالشكل ده اولاد بنجاوب سؤال اختبار على بنجاوب اسئلة الاختبار على القواعد القصيرة. بيجينا اربع اسئلة اختار متعدد على حسب القواعد اللي تدرسوها. بالانماط دي. تمام. وتدرسوه كويس وتتضربو على عادة. طيب. اخر اختبار بيكون عندكم طبعا او بنتضرب عنيه النهاردة هو اختبار التعبير. مطلوب منكم في التعبير نكتب فقرة واحدة مكونة من خمس جمل. ايه ده? مش مطلوب مخطط? مش مطلوب مخطط. مطلوب نكتب فقرتين? مطلوب نكتب فقرتين. القصير فقرة واحدة. خمس جمل فقط. او موجود في مواصفات التوجيه. سابع. يكتب خمس جمل. عليك دم درجة? اربع جمل. تم فقرة كتب ايه. اشورت يبقى مطلوب مطلوب واحدة. طيب. بعد كلمة اباوت يا حلوين. فراسس سؤال. بعد كلمة اباوت? يبقى ده اسم الموضوع. ولما اجي اكونه او اكتب به اليور دي تحول الى ماي. ما افترض. ده لنا موضوع عن ماي فيورت سبورت. وجاي لي كلمات مساعدة انجو اكويبمنت فيورت توائز ويك. نخلي بالنا لو سمحت. لما نيجي نكتب التعبير. هو في الغالب الاستاذ او القبلة بيحددوا لنا المواضيع. اللي هتجي في الامتحاد. موضوعين او تلاتة او اربعة او يقول لكم الموضوعات هتجي من الوحدات كذا وكذا وكذا. طيب. واحد بنسيب مسافة. او حد يكتب من اول السطر كده على طول. غلط. لازم اسيب مسافة. اول حرف في جملتي في نهاية كل جملة لان فيه طلاب حلوين بيعاملوا الجملة في الانجليزي زي العرب بيعملوا فصلة. وده غلط. احنا في الانجليزي بنحط full stop. يبقى انا عندي خمس جمل يبقى عندي خمسة full stop في التعبير بتاعي. عندي خمس جمل يبقى عندي خمس حروف في بداية كل جملة capital letter. سريعا. الجمل بتاعتي اخليها خفيفة. متقلش على نفسي. اتكلم عن رياضتك المفضلة. my favorite sport is football. I enjoy playing football. انا بستمتع بلعب كرة كدب. انا محتاج تقول with my friends. قول مش عايز خلاص. لحد هنا احطوا نقطة عادي. دي جملة. I need a ball. طبعا لازم اسيب هنا مسافة. I need a ball and a good pair of football boots to play football. انا محتاج كن. وزوجين من الاحزاء عشان لعب كرة القدم. I play in the club. انا بلعب في النادي. I play twice a week. انا بلعب. انا بلعب مرتين في الاسبوع. واحد كدب I like football. جميل. المهم ان التعبير بتاعي ما يقلش عن خمس جمل. لان ده شعرت ان انا في ضد درجة كاملة. يبقى خمس جمل. عسيب مسافة في الاول. ثابت الليتر في بداية كل جملة. فلثك في نهاية كل جملة. مش باين لانك تتضرق. التعبير عليه كم درجة? اربع درجات. اللي الاختبارات القصيرة كلها على اتناشر درجة من اعمال السنة. وفي المذكرة عندكم. طبعا احنا كده اتضربنا على اربع نماذج موجودين في المذكرة بتاع تشرح لي. ونماذج اجابتها موجودة بعدها كمان. فيه نماذج اضافية لللي عادل المذكرة. هيبع عندك بعدها نماذج اضافية. اتنين كلمات زيادة للتدريب. اتنين قواعد زيادة للتدريب. وموجود ايضا قطعتين للتدريب اخرى. وموجود اربع مواضية عن الفيزيكا. امشيضا لبعد المدرسة. وموجود بعدها نموذج اجابة لكل الاختبارات القصيرة دي. المذكرة نظامها تدريب ومساعدة لكم. بيبقى فيها شرح القواعد شرح الكلمات وتدريب على الكلمات. كده اللي بيكون فيها تدريب على القطع اللي جات في اختبارات سنوات ماضية. وموجود موضوعات اللي جات في المهمة في كل وفي نهاية كل واحدة بيكون في عندك نموذج اجابة لها كامل. تلمات قواعد والقطعة وكذلك التعبير. تقدر بتعتمد عليها وفيها نموذج برضو لتدريب للفايلة. المذكرة لو حبيت احصل عليها ممكن طبعا اللي عندي سؤال يقدر يجهزوا دلوقتي علشان اقدر استمع منكم الاسئلة قبل ما نمشي قبل ما نسيب لحصة ان شاء الله. المذكرة موجودة على مناصة اشرح لي اللي يحب يحصل عليها. يدخل اشرح او يكتب اشرحنا على جوجل. يدخل قسم المذكرات المرحلة المتوسطة. يختار منها الصف السابع. فترة الدراسية الاولى. في عندكم اما بقت المذكرات. المواد كلها ومكتوب اسمها المواد اللي في المذكرات. او تختاروا مادة لغة انجليزية. طبعي الانجليزي. في عندي مذكرتين. مذكرة شرح المناك زي اللي تشوفتوها دلوقتي. في مذكرة الفاينال. الفاينال دي تبقى ايام الفاينال بس. تماما. هو في جروب دروس حضرتك على التليجرام. هو موجود على منصة اشرح لي. التعبير ما يزيدش عن خمس جمل ايوة. لازم خمس جمل يمبارك. في قسم تدخل على المذكرة هنا تلاقي اضافة الى السلة لو حبيت. طيب استاذ. انا لو عايز كرس شرحي للمنهج بتاعك موجود في قسم الطالب. وبسعر مخفض كمان. ادخل الطالب. طبعا لازم اعمل حساب جديد اشتراك. عشان تدخل على المنصة عشان تقدر تعمل اي عملية شراء. هدخل الصف السابع. الفصل الدراسي الاول. اختار مادة لغة الانجليزية او اختار بقة المواد دي كلها بستين. شرحات المنهج كاملة. الانجليزي شرح المنهج كورسي شرح المنهج. موجود عندكم اعمل اضافة الى السلة. بيظهر لكم بعدها في السلة. بتلاقي الدروس موجودة. طبعا الدروس دلوقتي مفهولة. علشان تفتح لازم بعد عملية الشراء. هوريكم دلوقتي سريعا. لما بتعمل عملية الشراء لها كل الدروس اللي عندك جات بتفتح. وعندك الكلمات القطع ايه مسلا عدا دخول. انا لما باشتريها بتلاقي الفيديوهات فاتحة زي ما انتم شايفين كده. بيكون في تدريب على الكلمات. بيكون في تدريب على القواعد. بيكون في قرية الدروس اللي في المنهج. بيكون عندنا حاجات كتير تقدر تستمتع بيها. وبتتعلم القطعة تحلها ازاي? بتتعلم موضوعات التعبير التي تكتبها ازاي? بتتعلم القواعد تحت بعضها. من اول يونت الى اخر يونت. وكمان في عندكم تدريب على الاختبارات القصيرة في الاخر هنا كلها تحت بعض. تقدر تسمعها وتدريب على الاختبار الفاينال. دلوقتي خلصت اللي عندي. وطبعا ده بيبقى موجود ظاهر في كلمة كورساتي. الكورس بتلاتة وتلاتين شرح المنهج كامل. مع تدريبات الاختبارات القصيرة وكل حاجة. ومع المذكرة. المذكرة بتوصلكم تاني يوم على البيت. دلوقتي انا نزل كل علامات اليد واللي عنده سؤال بالنسبة الاختبار القصير يقدر يسألني وانا هرد عليه. فضلوا شباب. ارفعوا بس علامة اليد لو حد عنده اي سؤال للاختبارات القصيرة. كل اذان صغير. نحتأمركم. شكرا. عمدا انا سعيد جدا باآآ لقاعكم النهاردة. آآ اتمنى تكونوا استفدتوا. آآ شكرا لكم. واتمنى لكم يوم سعيد. وانتو اسعدتوني بالاجابات الجميلة اللي انتو جاوبتوها معايا. واتبسطت جدا. ما شاء الله ردنا يحفظكم ويبارك فيكم. احمد عندك سؤال عطار فيك. تفضل يا احمد. استاذ المواد كلها بكام? آآ المواد كلها تقريبا بستين. ما يدبط لغة الانجليزية الواحدة بتلاتة وتلاتين. اوكي. تمام. واللي بيشترك طبعا في الباقة كل الباقة بيجي له فهم مذكراتها. اللي بشترك في المادة واحدة بيجي له مذكرات المادة دي الواحدة. لان مع التسجيل الطالب بيسجل العنوان. فتاني يوم تقريبا الوردر بمجرد الاشتراك الوردر بيوصل لوليه الامر او بيوصل لمكان الطباعة بيطبع المذكرة وتاني يوم السيارة بتوصل الوردرات. يعطيكم الفعافية. شكرا لحضركم الطيب. اسعدتوني. اتمنى اكون افتكوا منابل قليل. في امان الله. مع السلامة يا شباب. يا طيب والفعافية.